مسلسل تخبط الروايات الإسرائيلية لم ينتهي مع كل يوم جديد تقصف فيه مناطق مدنية واضحة للعيان في غزة آخرها غارة المستشفى المعمداني لتسفر عن مجزرة لا يختلف أحد على أنها الجريمة مكتملة الأركان في البداية سارع أحد مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو هنانيا نفتالي بنشر تغريدة تتضمن إقرارا بقصف القوات الإسرائيلية المستشفى بذريعة أن عناصر من حماس يتواجدون بنفق تحت المستشفى لكنه سرعان ما حذفها بعدما تبنى الجيش الإسرائيلي رواية أخرى تفيد بأن حركة الجهاد الإسلامي هي المسؤولة عن القصف جراء أطلاق خاطئ لصاروخ وهو ما تبنته الإدارة الأمريكية دون وجود دليلا واحدا على الأقل رغم الوسائل التكنولوجية التي يستعرضونها ما تعرادوا التنصل الإسرائيلي من المسؤولية عن أي جريمة بشعة هي سياسة متبعة كما يرى مراقبون حيث نفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن استهداف قافلة النازحين المترجهين شنوبية قطاع غزة بعدما طلب منهم ذلك في كل حادثة مشابهة مشاهدنا يتكرر النهج الإسرائيلي المتبع منذ بداية الحرب بعدما عكس الإعلان عن أعداد القتل الإسرائيليين حالة من التردد وعدم الوضوح بسبب التناقض الذي بدى جليا بين وسائل إعلام محلية والجيش الإسرائيلي تصريحات للجيش الإسرائيلي تكررت كذلك بامتلاكه معلومات عن مسؤولية حركة حماس عن أعمال عدائية دون استطاعته إثبات ذلك كتلك المتعلقة بقطع رؤوس الأطفال أو إحرقهم قبل أن تتكشف خيوط تزييف الحقائق والصور إلكترونيا ما يفتح باب التساؤلات حول المغزى الذي يدفع السلطات الإسرائيلية إلى تبني روايات معينة لدعم شرعية حربها على قطاع غزة أغربيا وإبعاد مسؤوليتها قدر الإمكان أم أن ذاك يكشف عن تخبط داخل أروقة القرار الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر